بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فيقول العلامة جمال الدين الأشخر رحمه الله تعالى رحمة الواسعة ونفعنا بعلمه في الدنيا والآخرة اللهم أمين قال والنقل والحس وعقل ومنع بعضهم والخلف لفظيا وقع وبالكتاب خصص الكتاب وسنة بها ودى الصواب كليس فيما دون مع فيما سقت وهي به لو عممت أو أطلقت وهو بها تواترت أم لا على ما قاله الجمهور لا مفصلة وبالقياس مطلقا ذاني كما قصص منطوق بما قد فهم وفعل خير الخلق والتقرير قد خصص كما هو المشهور ولا يخص الحكم مهما ورد بسبب قصة ولا إن أفرد فردا كشات لا يخص أيما جلد على ما صححه فيهما تقدم أن المخصصات تنقسم إلى قسمين إما متصلة وهي خمسة وإما منفصلة وانتهى الكلام عن المخصصات المتصلة ونشرع بإذن الله تعالى في الكلام عن المخصصات المنفصلة فالمخصصات المنفصلة كما ذكرى الناظم رحمه الله ثلاثة أولها النقل والمقصود بالنقل أي الكتاب والسنة أي نص من الكتاب والسنة تمام والحس وذلك كقوله سبحانه وتعالى في سورة الأحقاف تدمر كل شيء بأمر ربها أي أن الريحة التي أرسلها الله سبحانه وتعالى على قوم عاد تدمر كل شيء بأمر ربها أين العموم؟ العموم في قوله كل واضح؟ لكننا ندرك بالحس بالمشاهدة أنها لم تدمر السماء ولم تدمر الجباء مثلا واضح؟ إذن هذا العموم دخله تخصيص بالحس دخله تخصيص بالحس فقال والنقل والحس وعقل أي ومما يخصص العموم العقل وذلك كقوله سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء العقل يخص الله عز وجل أي أنه عز وجل لم يخلق نفسه واضح أو لا قال في الآية الكريمة الله خالق كل شيء الله شيء أو لا؟ شيء قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله الله عز وجل شيء هل عموم قوله الله خالق كل شيء؟ تمام؟ هكذا على إطلاقه قالوا لا العقل يخرج ذاته عز وجل فالله لم يخلق نفسه كما جاء في الحديث يأتي الشيطان أحدكم فيسأله من خلق كذا من خلق كذا من خلق كذا ثم يسأله من خلق الله تمام؟ ولذلك نقول هذا تخصيص بالعقل لأننا ندرك بالعقل ضرورة أن الله عز وجل لم يخلق نفسه والناظم هنا قال ومنع بعضهم والخلف لفظي ينوقع أي منع بعض العلماء التخصيص بالعقل قالوا ما في شيء اسمه تخصيص بالعقل لأن هذا الذي تقولون إن العقل قصصه لم يدخل أصلا في العموم فلا يوجد شيء اسمه تخصيص بالعقل ولذلك أشار إلى هذا الخلاف فقال ومنع ومنع بعضهم والخلف لفظيا ما معنى الخلف لفظي أي أنه لا يترتب عليه ثمرة لا تترتب عليه ثمرة فأولئك سموا تخصيصا عقليا وأولئك قالوا إنه لم يدخل أصلا حتى حتى يخصص فقال هنا والنقل والحسي طبعا قوله والنقل معطوف على قوله فيما سبق وهو بالاستثناء جاء تماما قال والنقل والحسي بعقل ومنع بعضهم والخلف لفظيا وقع وبالكتاب خصص الكتاب الآن سيذكر لك أنواع التخصيص أنواع التخصيص يحتاج إلى القلم سهاتي بقلم السبور قال لك الكتاب الذي هو القرآن الكريم إما أن يخصص بالكتاب أو يخصص بالسنة والسنة النبوية إما أن تخصص بالكتاب أو تخصص بالسنة إذن صارت عندنا أربع صور تخصص الكتاب بالكتاب تخصص الكتاب بالسنة تخصص السنة بالكتاب تخصص السنة بالسنة وهو ذكر لك الحالات الأربع أما تخصص الكتاب بالكتاب من أمثلته قول الله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ أين العموم العموم في قوله المطلقات كل مطلقة تعتد ثلاثة قرؤ لكن هذا العموم قصص فالله عز وجل يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها إذن الحامل لا تعتد بثلاثة أقراء بل بوضع الحمل والمطلقة قبل الدخول لا تعتد أصلا بل لا عدة عليها واضح إذن هذا تخصيص للكتاب بالكتاب وقد يخصص الكتاب بالسنة سواء كانت هذه السنة سنة متواترة كما سيأتي أو كانت هذه السنة سنة أحد في الحالتين السنة تخصص الكتاب قال الله سبحانه وتعالى كرمت عليكم الميتة عمو خصة من الميتة السمك والجرع فقال النبي صلى الله عليه وسلم وخلت لنا ميتة وقد تكون السنة عامة ويأتي الكتاب ويخصصها قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل قاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله الناس هذا عام يشمل الكفار جميعا سواء كانوا أهل ذمة من يهود من نصارى أو غيرهم واضح لكن الله عز وجل يقول في سورة التوبة قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون لدينا الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا القزية تعني أن يدينهم صاغرون فعموم الناس خص منه أهل الكتاب إذا أعطوا القزية فإنهم لا يقاتلون واضح إذن هذا تخصيص للسنة بالكتاب وقد تخصص السنة السنة مثال حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر قوله فيما ما هذه تفيد العموم عمومه يشمل القليل والكثير أي كل ما نبت من الأرض وسقته السماء فالواجب فيه العشر سواء كان قليلا أو كثير عشرة آصع مئة صاع ألف صاع لا فرق للعموم لكن جاء في الحديث الصحيحين ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة فهذا الحديث بيّن لنا النصاب في الزكاة في الزكاة الزروع والثمار وأن أقل من خمسة أوسق لا تقب فيه لا تقب فيه الزكاة واضح إذن هذا الحديث خص عمومة حديث فيما سقت فيما سقت السماء قال لك الناظم رحمه الله تعالى قال وبالكتاب خصص الكتاب هذه الحالة الأولى تمام وبالكتاب خصص الكتاب وسنة بها إيش معنى وسنة بها أي وسنة خصة بالسنة تمام وسنة خصة بالسنة وسنة بها وذا الصواب أي الصواب أن السنة تخصص السنة قال ما مثالها كليس فيما دون مع فيما سقت أي ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة هذا هذا خصص حديث فيما سقت السماء العشر واضح فضرب لك المثال لتخصص السنة بالسنة فقال كليس فيما دون مع فيما سقت وهي به لو عممت أو أطلقت وهي الضمير يعود على السنة به الضمير يعود على القرآن تقدير الكلام وتخصص السنة بالقرآن وتخصص السنة بالقرآن إذا عممت أي إذا كانت السنة عامة أو أطلقت أي إذا جاء الإطلاق في السنة والتقييد في القرآن فأيضا يقيد ما في السنة بما في القرآن واضح؟ مثال التعمي قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس هذا عام قص بقول الله سبحانه وتعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله إلى آخر الآية تمام قال أو أطلقت يعني جاءت السنة مطلقة وجاءت تقييد في القرآن مثاله جاء رجل مثلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بعطق رقبة قال أعتق رقبة ننظر في القرآن نجد أن هناك تقييدا وهو أن تكون هذه الرقبة مؤمنة إذن ما أطلقته السنة يقيد بما في القرآن فقال هنا كليس فيما دون فيما سقت وهي به لو عممت أو أطلقت وهو بها وهو بها وهو الضمير يعود إلى القرآن الكتاب بها أي بالسنة أي وهو القرآن يخصص بها أي بالسنة سواء كانت السنة متواترة أم لا قال وهو بها تواترت أم لا أم لا أي كانت أحادا وهو بها تواترت أم لا على ما قاله الجمهور فجمهور الأصليين يرون أن السنة تخصص القرآن سواء كانت متواترة أو كانت السنة أحادا قال وهو بها تواترت أم لا على ما قاله الجمهور لا مفصل أي لم يفصل الجمهور هناك من فصل فقال إن السنة التي تخصص القرآن هي المتواترة أما الأحاد فلا يخصص القرآن لكن مذهب الجمهور أدق لأن محل التخصيص هو دلالة النص على الفكم وليس ذات النص تمام ثم قال وبالقياس مطلقا ذاني كما خصص منطوق بما قد فهما وبالقياس مطلقا ذاني كما يقول لك وبالقياس مطلقا ذاني أي وخصص ذاني وخصص الكتاب والسنة تمام وخصص ذيني ذاني ذيني ذاني اسمه إشارة صح يغرب عرب المثنى يرفع بالألف ينصب ويجر بالي قال لك ابن مالك في ألفية وذانتان للمثن المرتفع وفي سواه ذينتين ذكر تطع واضح أيها قالوا بالقياس مطلقا ذاني أي أن القياس يخصص الكتاب والسنة إذن نحتاج إلى مثال لتخصيص الكتاب بالقياس ولتخصيص السنة بالقياس انظر معي نمسح نمسح تخصيص القياس أولا للكتاب ثانيا للسنة تخصص الكتاب للقياس ما مثاله الله عز وجل يقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة قوله سبحانه وتعالى الزانية والزاني هذا عام واضح هذا عام أين العموم مستفاد من ال واضح إذن هذا عام كل زان وكل زانية يجلد كم مئة جلدة مئة جلدة في سورة النساء قال الله سبحانه وتعالى في الإيماء فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العداء نصف إذن الأمة إذا زنت كم حدها خمسون يبقى العبد إذا زن العبد كم حده الآن الأمة هذه خصة من عموم هذه الآية صح وهذا تخصيص للقرآن بالقرآن صح طيب العبد إذا زن كم حده خمسون ما دليل تخصيص العبد بالقياس على الأمة بالقياس على الأمة فهمنا أولا جيد السنة السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أبينا من حي فهو ميت ما أبينا ما أبينا من حي فهو ميت ما معنى ما أبينا من حي فهو ميت من فصل أحسن من حي فله حكم ميتة ذلك الحي إذا كانت ميتته طاهرة فهو طاهر كالسمك إذا انفصل منها شيء فهو طاهر لأن ميتة السمك طاهرة كذلك الآدم وإذا كان نجسا ميتته نجسة فذلك الذي انفصل يكون نجس طيب أحسن ما أبينا هذا عموص ما أبينا من حي فهو ميت جاء القرآن الكريم فقال إن الشعر والوبر والصوف إذا انفصل فإنه طاهر قال سبحانه وتعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها ثاثة ومتاعا إلى حين فامتن علينا والله عز وجل لا يمتن علينا بالنجس إذا اندلت الآية على أن هذه الأشياء إذا انفصلت فإنها طاهرة هذا تخصيص لماذا للسنة بماذا بالقرآن طيب أسألك سؤال الريش إذا انفصل من الطائر الريش هل يكون طاهرا أو لا هل مذكور في الآية لا لكنه الألحق بما ذكر في الآية قياسا ف تخصيص عمو عفو تخصيص الحديث ما أبين من حي فهو ميت تمام بالشعر والوبر والصوف هذا تخصيص للسنة بالقرآن لكن الريش تخصيص للسنة بالقياس سهمنا طيب قال لكم هنا قال الناظم رحمه الله تعالى وبالقياس مطلقا ذاني كما خصص منطوق بما قد فهم أيها يقول لك يقول لك أيضا بارك الله فيك إن عموم الحديث قد يخصص بالمفهوم ليس بالمنطوق الآن هذه الأمثلة التي ذكرتها لك تخصيص بالمنطوق لكن قد يحصل التخصيص بالمفهوم كيف يعني بالمفهوم كالتالي تحتاج إلى هذا تصور بعد ذلك أنا لسا أكتب هنا انتبه معي عندنا حديث الماء طهور لا ينجسه شيء هذا حديث عمومه ينطبق على الماء القليل والكثير الماء سواء قل أو كثر تمام طهور لا ينجسه شيء تمام إذن هذا الحديث عمومه يشمل الماء القليل والماء الكثير جاء عندنا حديث آخر إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر هذا الحديث يتكلم على الماء القليل أو الماء الكثير الكثير يقول لك إن الماء إذا بلغ قلتين أي صار كثيرا لا ينقص طبعا إلا إذا تغير إجماعا واضح إذن هو يتناول الماء الكثير هذا منطوق الحديث ماذا مفهوم الحديث ما هو مفهوم الحديث إذا لم يبلغ الماء قلتين فإنه يحمل الخبث فإنه يحمل الخبث هذا هذا منطوق أو مفهوم هذا مفهوم مخالفة و ما ذكره أولا منطوق طيب الآن هذا الحديث الماء طهور لا ينقصه شيء عام خص من عمومه أنه لو كان الماء قليلا ولاقته نقاسة فإننا نحكم بنقاسته هذا التخصيص من أين جاء جاء من مفهوم حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل القبع فهذا تخصيص للعموم بالمفهوم فهمنا انظر ماذا قال قال وبالقياس مطلقا ذاني كما خصص منطوق بما قد فهم خصص منطوق الذي هو الماء طهور لا ينقصه شيء بما قد فهم أي بنحو مفهوم حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل القبس مفهومه يقول إذا لم يبلغ الماء قلتين فإنه يحمل الخبر أرجو أن يكون هذا واضحا ثم قال وفعل خير الخلق والتقرير قد خصص خصص ليس خصص تمام وفعل خير الخلق والتقرير قد خصص كما هو المشهور انتبه معي وفعل خير الخلق يعني عندك نص عام عندك نص عام تمام خصه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله ففعل النبي صلى الله عليه وسلم مخصص أو مخصص مخصص ولذلك ضبط الكلمة هنا قد خصص لأن الفعل لا يكون مخصصا الفعل لا يدل على العموم أصلا واضح أيها فقال وفعل خير الخلق والتقرير أي أن مما يخصص العموم فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأضرب لك مثال وإن كان هذا المثال ليس متسقا مع ما قرره الفقهاء الشافعي لكنه قول لبعض أهل العلم النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهيا عاما عن استقبال القبلة أو استدبالها حال قضاء الحاجة تمام ثم النبي صلى الله عليه وسلم رآه عبد الله بن عمر قال رقيت يوما على بيت حبصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكبلة بعض العلماء قال هذا فعل والفعل لا يخصص العموم واضح وبعض قال يخصص العموم واضح على كل حال هذا فقط مجرد مثال وإن كان يعني معروف المذهب الشافعي في هذه المسألة فالشافعي يفرقون بين المكان المعد والمكان غير المعد نعم قال وفعل خير الخلق والتقرير أي إذا جاء نص العام ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أو أتى بتقرير لفعل ما يخص هذا العموم فإن هذا التقرير مما يخص به العموم قال وفعل خير الخلق والتقرير قد خصص كما هو المشهور إذن نستطيع أن نقول ذكر المخصصات المنفصلة وهي النص الذي هو النقل والحس والعقل ثلاثة ثم ذكر لنا أن الكتاب يخص يخص الكتاب والسنة وأن السنة تخصص الكتاب والسنة وذكر أيضا أن القياس يخصص الكتاب والسنة وذكر أيضا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم يخصص العموم إذن ذكر لنا من المخصصات الكتاب والسنة والقياس وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وتقرير النبي عليه السلام واضح جيد وإن كان في الحقيقة فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره هو داخل في السنة لأن السنة تشمل قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره تمام طيب طيب الآن هذه المخصصات التي ذكرها في أشياء لا تخصص العمور هناك أمور حصل فيها خلاه هل تخصص النص العام أو لا أرجح عند الأصليين أنها لا تخصص العمور ذكر لك بعضها فقال ولا يخص الحكم مهما ورد بسبب خص ولا إن أفرد فردا تمام إيش معنى هذي كلام انتبه معي عادة يعبر العلماء رحمهم الله تعالى عن هذه المسألة بقولهم هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السفر حصلت قصة ما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت آية في شأن تلك الحادثة الآية لفظها عام لكن سبب نزولها خاص هل نقول العبرة بخصوص السبب فتكون الآية لتلك القضية فقط أو العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب واضح هل وجود السبب يخصص العموم أو لا لا يخصص العموم مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما نزلت في قصة حصل أن أحدهم سرق من صفوان بن أمية تمام أيها هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب نقول العبرة بعموم اللفظ فورود السبب لا يخصص عموم الآية أو لا يخصص عموم الحديث مثال آخر سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة بئر في المدينة كانت تلقى فيها القاذورات والجياف هل ماءها طهور أو لا فقال عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينقسه شيء اللفظ عام لكن سبب هذا اللفظ سؤال خاص هل العبرة بخصوص السبب أو بعموم اللفظ بعموم اللفظ إذن يريد أن يقول إن خصوص السبب الذي وردت لأجله الآية أو ورد لأجله الحديث لا يخصص اللفظ العام والصورة التي هي السبب صورة المسألة التي كانت سببا في نزول الآية أو صورة المسألة التي كانت سببا في ورد الحديث قطعية الدخول أي قطعية الدخول في هذا العموم قطعية الدخول في هذا العموم إذن هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب بعموم اللفظ قال لك هنا ولا يخص الحكم مهما ورد بسبب خصة بسبب خصة يعني إن الحكم العام إذا ورد لسبب خاص فلا يخص بذلك السبب نعم ذلك السبب قطعي الدخول يعني لا بد أن يدخل في العموم لكن يبقى العموم على وجهه تمام أيضا هذه المسألة الأولى المسألة الثانية قال ولا إن أفرد فردا كشات تمام فردا كشات لا يخص أيما جلد على ما صححه فيهما انتبه معي عندنا حديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أي ما إهاب دبغة فقد طهر يصح بالضن وبالفتح والفتح أفصح طهر أي ما إهاب والإهاب اسم الجلد قبل الدباغ يسمى إهاب قال عليه الصلاة والسلام أي ما إهاب دبغة فقد ظهر أي ما إهاب عام يشمل كل الجلود سواء كان جلدا ما أقول اللحم أو غير ما أقول اللحم فكل الجلود إذا دبغت تطهر طبعا إلا جلد الكلب والكنزير لأنهما نقيسان في حال الحياة هذا أمر آقا طيب إذن هذا الحديث عام عمومه مستفاد من قوله أي ما أي ما إهاب دبغة فقد طهر جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على شات ميته فقال عليه الصلاة والسلام هل لا انتفعتم بها هل لا انتفعتم بإهابها بجلدها هل لا انتفعتم يعني لماذا لا تنتفعون بجلدها قالوا إنها ميتة يا رسول الله قال إنما حرم أكلها إيش معنى هذا الحديث يعني هذه الشاة طيب إن كانت ميتة يمكن أن تأخذوا الجلد وتدبغوا الجلد وتنتفعوا به واضح طيب الآن عندنا عموب أيما إهاب دبغة فقد طهر أو فقد طهر وعندنا النبي صلى الله عليه وسلم يرشدهم أن يقوموا بدباغة جلد الشات لينتفعوا به هل هذا الآن هذا يعتبر فرد من أفراد العام يعني أيما إهاب دبغة فقد طهر هذا يشمل جلد الشاه جلد البقار وجلد الإبل وجلد الحمار وجلد القطة والثعلب كل الحيوانات إلى الكبخنزير تمام وهنا ذكر أشياء هل ذكر الشاتي هنا يخصص عمومة هذا الحديث أو لا بمعنى آخر بطريقة علمية نقول هل ذكر فرد من أفراد العام يخصص العام مثال لو قلت لك أكرم الطلال ثم قلت لك أكرم عمير عمير طالب طالب يعني يدخل في العموم ولم يدخل في العموم يدخل في العموم قلت لك أكرم الطلال ثم قلت لك أكرم عمير هل نقول إن هذا العموم خص بعمير لا لماذا لا لأن ذكر فرد من أفراد العام واحد من أفراد العام لا يدل على التخصيص ذكر فرد من أفراد العام لا يدل على التخصيص فهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الانتفاع بقلد الشاه هذا لا يخص عموم حديث أيما إيهاب دبغ فقد فقطه فهمنا أولى ولذلك قال لك هنا ولا يخص الحكم ولا يخص الحكم مهما ورد بسبب خص ولا هذه المسألة الثانية إن أفرد فردا يعني ولا إن ذكر فردا فذكر الفرد من أفراد العموم لا يخصصه العموم ولذلك قال كشات لا يخص أيما جلد كحديث الشاه هل لن تفعتم بإيهابها هذا ذكر فرد لا يخصص عموم حديث أيما إيهاب قال كشات لا يخص أيما جلد على ما صححوه فيهما فيهما في ماذا وفي ماذا أي في أن ما ورد على سبب فإن السبب لا يخصص العموم وأن ذكر أحد أفراد الآم لا يخصص العموم ففي هاتين المسألتين صحح العلماء أنهما لا يخصص عن العموم واضح أو لا لكن انتبه معي قد يقول لك قائل جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي من الخمس وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وجعلت لي الأرض الأرض يشمل التراب ويشمل الحجر والجبال كل ذلك يسمى أرض طيب إذا كان هكذا فعموم هذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا أراد التيمم يمكن أن يتيمم بجبل أو بحجر لا يشترط التراب وأنتم يا معشر الشافعية تقولون لا بد أن يكون التيمم بتراب فلو تيمم بغير تراب لا يصح نقول نعم لماذا قلتم قلنا لأنه جاء في الحديث الآخر في صحيح المسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا فيقول لك قوله وتربتها طهورا هذا فرد من أفراد العام وذكر فرد من أفراد العام لا يفيد ماذا لا يفيد التخصيص طيب إذن ذكر فرد من أفراد العام هو التراب لا يفيد تخصيص فيبقى العموم أنك تتيمم بأي شيء في الأرض واضح ما الجواب نقول الجواب على هذا أن ذكر التراب في هذا المقام ذكر امتنان وتشريف ذكر امتنان وتشريف فلو كان غير التراب يصلح للتيمم لذكره واضح ذكر التراب هنا ذكر امتنان وتشريف فلو كان غير التراب يصلح للتيمم لذكره لكن لم يذكر إلا التراب فدل على أن المراد حصر التيمم بالتراب واضح وتخصيص عموم الأرض بالتراب ويقوي هذا قوله سبحانه وتعالى فتيمموا صعيدا طيبا والصعيد الطيب هو الذي ينبت والبلد الطيب يخرج نباتهم والذي ينبت هو التراب أما الصخر والحجر والحجر والجبل لا تنبت وهذا حوله نعم على كل حال هذه فقط يعني إيراد قد يريد وهذا جوابه ثم نقرأ قليلا في باب المجمل والمبين حتى نقطع شوطا قال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدنيا والآخرة ومجمل محتاج أن يبين كالقرئي أو يعفو وهو عندنا للزوج والبيان إدخالك في حيز واضح لأمر منتفع أنه الوضوح وهو لما يجب من قبل وقت فعله في الأصوبي وواضح ولو بغيره هو مبين إذ لإفادة حواء نعم هذا مبحث المجمل والمبين ما هو المجمل المجمل بارك الله فيه عرفه الناظم رحمه الله تعالى فقال ومجمل محتاج أن يبين إذن ما كان محتاجا إلى بيان مجمل ما كان محتاجا إلى بيان هذا مجمل وبعضهم قال المجمل ما لم تتضح دلالته من قول أو فعل ما لم تتضح دلالته من قول أو فعل إذن الناظم العلامة الأشغر رحمه الله عرف المجمل بأنه محتاج إلى بيان وهذا قريب من تعريف إمام الحرمين في الورقات قال ناظم الورقات العمريطي ما كان محتاجا إلى بياني فمجمل واضح قال هنا ومجمل محتاج أن يبين ما مثاله؟ قال كالقرء كالقرأ يصح بفتح القاف وضمها القرء اسمه المشترك يطلق على الظهر وعلى الحير يعني في اللغة العربية يطلق على هذا وعلى هذا على التساوي انظر ليس من باب الحقيقة والمجاس لا يطلق على هذا وعلى هذا على التساوي فقوله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسين ثلاثة قرء هل المراد؟ ثلاثة أطهر؟ وهو قول الشافعية والمالكية أو المراد ثلاثة حيام وهو قول الخنفية والحنابلة نقول هذا لبض المشترك ننظر في أدلة أخرى تبين المراد نظر الشافعية والمالكية فترجح عندهم أن المراد بالأقراء الطهر ونظر الحنفية والحنابلة فترجح عندهم أن المراد بالأقراء الحيام هذا لبض المشترك هذا مجمل لأنه يحتاج إلى بيان مثال آخر قوله سبحانه وتعالى بسورة البقرة إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح من الذي بيده عقدة النكاح؟ هل هو الزوج أو ولي المرأة؟ خلاف هذا مشترك الذي بيده عقدة النكاح يطلق على الزوج ويطلق على الولي فالشافعية قالوا بالنظر في أدلة أخرى المراد به الزوج وقال غيرهم المراد به الولي أظنهم أذهبوا معادي واضح أو لا؟ نعم إذن بارك الله فيك نقول لفظ الذي بيده عقدة النكاح لفظ مجمال أظن مجمل يحتاج إلى بيان يفتقل إلى بيان فقال هنا ومجمل محتاج أن يبين كالقرء أو يعفو وهو عندنا وهو عندنا أي الذي بيده عقدة النكاح إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح فقال وهو عندنا للزوج أي تفسيرنا لقوله عز وجل أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج هذا عند الشافعية وعند غير الشافعية كالمالكية أنه الولي طيب قالوا البياني ما هو البيان؟ البيان إدخال الشيء غير الواضح إلى الأمور الواضحة توضيح الشيء غير الواضح هذا هو البيان البيان ما هو؟ توضيح الشيء غير الواضح توضيح الشيء غير الواضح والذي قال لك هنا والبيان إدخالك في حيز واضح لأمر منتفي عنه الوضوح أي أن تدخل أمرا انتفى عنه الوضوح إلى الواضحات أي تقوم بتوضيح أمر لم يكن واضحا من قبل تمام؟ قال ومجمل محتاج أن يبين كالقرئ أو يعفو وهو عندنا للزوج والبيان إدخالك في حيز واضح لأمر منتفي عنه الوضوح تمام؟ هذا تعرف البيان إذن البيان ما هو؟ نقول البيان إزالة عدم الوضوح عن أمر لم يكن واضحا من قبل تمام؟ أو توضيح أمر لم يكن واضحا من قبل تمام؟ ثم قال وهو لم يجب من قبل وقت فعله وهو لم يجب وهو أعفو عنه الوضوح وهو لما يجب من قبل وقت فعله في الأصوب انتبه معي هذه مسألة يعبر عنها العلماء بقولهم يجوز تأخير البيان عن وقت الفعل يجوز تأخير البيان عن وقت الفعل يعني قد تنزل آية كريمة ويخفى المراد بها عن جماعة من الصحابة ولا تبين لأنهم غير مطالبين بالفعل الآن لكن إذا جاء وقت الفعل بين لهم فعندك البيان قد يتأخر قبل وقت الفعل لكن إذا جاء وقت الفعل لا بد من البيان فهو يقول لك هنا وهو أي البيان فقوله وهو يعود إلى البيان القلم وهو أي البيان لما يجب من قبل وقت فعله في الأصوبي أي لا يجب البيان قبل وقت الفعل متى يجب البيان عند الفعل واضح بيان الآية مثلا بيان معنى الحديث يجب عند الفعل ليس قبل قبل الفعل نعم قال وهو ولما يجب من قبل وقت فعله في الأصوبي ثم قال وواضح النص الواضح الذي لا يحتاج إلى بيان لأن النص كما قلت لك إما مجمل ما هو المجمل ما يحتاج إلى بيان واضح وإما مبين المجمل ما يحتاج إلى بيان المبين ما هو يقول لك المبين هو الواضح سواء كان واضحا بنفسه أو واضحا بغيره هذا يسمى مبين والذي قال هنا وواضح ولو بغيره هو مبين وواضح وواضح ولو بغيره أي ولو كان وضوحه بسبب غيره وواضح ولو بغيره هو مبين باسم المفعول تمام وواضح ولو بغيره هو مبين باسم المفعول والذي وضحه مبين باسم الفاعل وواضح ولو بغيره هو مبين إذ لإفادة حوى يعني لماذا مبين لأنه حوى فائدة حوى إفادة فلما حوى إفادة كان مبين واضح هذا المرعب إذن المجمل مفتقر إلى بيان والمبين هو ما اتضح المراد منه سواء بنفسه أو بغيره فهو مبين باسم المفعول لأنه حوى حوى فائدة نعم إذن بارك الله فيه هذا نهاية الكلام حول المجمل والمبين والله أعلم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا للمشاهدة